موسيقى تعد الإصابات العدو الأولى والأكبر لنجوم كرة القدم سواء في مصر أو حتى على مستوى العالم بسبب تأثيرها السلبي في مسيرة نجوم تركت المستطيل الأخضر وودعت الساحرة المستديرة ويعد ياسر رجب لاعب ومدارب الأهل السابق واحدا من هؤلاء الأسماء التي تأثرت مسيرتها بالإصابة والتي كانت سببا في حرمانه من مواصلة المشوار الكروي بدأ ياسر رجب مسيرته الكروية قبل أن يتم عامه الثاني عشر في اختبارات ناشئين نادي الأهلي تحت قيادة محمود السايس وأبو الأشبال مصطفى حسين برفقة جيل ضم عددا من المواهب على رأسهم وليد صلاح الدين تدرج بين صفوف الناشئين ولعب لمنتخب تحت ستة عشر عاما بقيادة الراحل طاه بصري ثم منتخب الشباب بقيادة محمد أبو العز وكان ضمن صفوف المنتخب العسكري الذي حقق أول بطولة كأس عالم لمصر انتقل لعدد من الأندية من بينها غزل محلة والشرقية وبتروجيت وكانت الإصابة اللعينة سبما في اعتزاله الكرة عشق التدريب فاتجه له مبكرة وعمل بأكاديميات الأهلي ثم البراعم وقطاع الناشئين حيث عمل مع عبد العزيز عبد الشافي زيزو ومحمد عامر وشوق عبد الشافي والدكتور عمر أبو المجد ونحمود صالح تولى تدريب منتخب القاهرة موليد 2002 و2004 وفاز معه ببرونزية العالم للعواصم وعمل مدربا عاما لفريق بيتروجيت قبل أن يتولى مسئولية قطاع الناشئين ببيتروجيت معنا اليوم ياسر رجب في الأشبال يكشف خطته لتطوير قطاع الناشئين ببيتروجيت ومسيرته الحافلة أهلا بحضراتكم من جديد برحب بضيفي ابن الأهلي ورئيس قطاع الناشئين بنادي بيتروجيت الكابتن ياسر رجب منور كابتن ياسر كابتن السلام أنا دايما بقى بسعيد أن أنا أكون موجود معاك وفي قناة النادي الأهلي طبعا ندينا كبير اللي احنا كلنا بنعتزه وبنفتخر أن احنا كنا دايما بننتمي لي ما شاء الله شاف في التارير اللي فات وانت موجود مع بعض لعب النادي الأهلي اللي هيكل لهم مستابل كبير وبعضهم أصبح لي مستابل كبير محمد شكري أحمد عبدالقادر محمد عبدالمنعم ونعد ونعد الحمد لله يعني يمكن فعلا البداية أنا اشتغلت في النادي الأهلي من 2005 ومشيت من النادي الأهلي 2019 يعني تعريبا 14 سنة جوا النادي الأهلي اشتغلت في جميع المراحل يعني اشتغلت بداية الأكاديمية البراعم الناشئين شباب يعني تدركت في جميع المراحل في قطاع الناشئين وأنا بعتبر نفسي قبل ما أتكلم عن اللعبة بعتبر نفسي أن أنا محظوظ أني بدأت شغلي وتدريبي في النادي الأهلي فديتني كتير أسقالتني كتير جدا خدت من نجوم كبار ومسؤولين كانوا في النادي الأهلي كانوا رؤساء قطاع الناشئين في الفترة دي بداية من كابتن زيزو كان هو في الفترة دي اللي أنا طلعت فيها كان هو كابتن زيزو كان هو رئيس قطاع بعد كده كابتن محمد عمر اللي هو يعني أسهر في شخصيتي بشكل كبير جدا يمكن تعاملت مع ما يقر من أربعة وخمس سنين كان رئيس قطاع وكان بيساعدوا كابتن عبادة النحاس ثم الدكتور عمر أبو المجد ثم الكابتن عادل طايمة كابتن محمود صالح يعني النجوم كبار أسقلوني بشكل كبير جدا أفادوني بشكل كبير جدا فأنا بعتبر نفسي كابتن أنا فعلا محظوظ أن أنا يعني بدأت تدريبي واشتغلت في النادي الأهلي يمكن دي من الحاجات اللي هي أثرت في شخصيتي وفي أسلوب المهني حتى في التدريب أن أنا بدأت في النادي الأهلي عايزة أكلمك عن واحد من اللي انتك تشفهم كابتن ياسر رجب لي بصمة كبيرة عليه وهو قال كده محمد عبد المنعم إي حكايتك مع محمد عبد المنعم منعم أنا في الفداية كنت مسك في رئي 98 في الأول المدة أول ما طلعت وبعد كده الموسم اللي بعدها على طول مسك كابتن عامر قال ياسر أنه عايزك تمسك في رئي 99 فيها مجموعة لعيبة كويسة وعايزين نشتغل معهم بشكل كبير الفرقة كان عددها كبير شوية يمكن كان معنا كابتن عبد النبع عشور برضو من الناس اللي هي المحترمة جدا الواحد اللي هو بيعتز بيها يعني جميلة وشغله على مستوعلي جدا مسكنا في رئي 99 في الأول كانت في رئي عدد كبير ابتدنا من أنطق اللعيبة يعني مش هنقول الصفينة لكن قللنا عدد اللعيبة شوية عشان نقدر نشتغل معه بشكل كويس موضوع منعم في البداية كان بيلعب مهاجم نحا كنا مين وهو مميز يعني هو كان هو بيلعب مهاجم أنا شايف فيه حاجات أولا انقضاضه مميز انقضاضه قوي جدا يعني هو بيلعب مهاجم انقضاضه كويس جدا الطايمة بتاعه هايل بيلعب بالدماغه كويس جدا كورته كويسة احنا في السن الصهار ده كافتن عسامة بيقابلك يعني مش عايزين نتكلم بنقول ايه مسننين ومزورين منعم كان عنده ميزة اللي هو بيمتاز بالقوة والصر رغم ان جسمه ما كانشي قوي يعني لكن هو الولد كان ما شاء الله مميز في الحاجات دي أنا خدت الحاجات اللي هي مميز فيها وبتديت قلت ايه انا ممكن اوظف منعم في المكان ده يعني الكابتن ياسر راجب دلوقتي المدافع اللي احنا بنشوفه مكسر الدنيا مع منتخب مصر كان هو السبب الاول ان يوظف محمد عبد المنع من مهاجم لمدافع علشان يصبح دلوقتي من الركاز الاساسية في منتخب مصر يعني بعد فضل ربنا يرجع الفضل لكابتن ياسر راجب ربنا خليك هو توفير ربنا طبعا في المقام الأول هو يمكن محمد زعل في الأول يعني هو الداية لا جدا الموضوع كان فارج معاه بشكل كبير جدا ويعني كان ممكن يوصل لانه وكان ممكن مجيش النادي تاني زعل هو الولد ما شاء الله ربنا يحفظه جميل يعني يعرف انت شفاف كده وناقي والده راجل محترم جدا هو كان رافض المبدأ طبعا انت في الناد الأهلي فانت بيروحه بيلعبه بيجيبه جوان بتكسب بسكور فهو فرحان ان هو بيجيبه جوان بس انت بصص لقدام بالزبط اللي عن الخبيرة هي دي اللي انا شفتها يعني شفتها في منام حتى انا جي والده وكلم معايا يعني يمكن المكالمة يعني الراجل محترم جدا بس هو جي هو جاي عايز رايح ابنه يعني وفي نفس الوقت يشوف في وجهة المنظرية يمكن المكالمة معامة ما اخدتش وقت كبير يعني والله قلت له انا شايف ان محمد ان شاء الله في حتة دهيبه كويس وانا ما ببصش المرحلة دي انا ببصل قدام شوية وده كلام اللي قلته اللي منعم قلت له منعم ان شاء الله في يوم الايام انت هتلعب منتخب مصر من الحتة دي يا كابتن انا كابتن انا مش عارف انا مش بحب المهم ايه طبعا ده عادت معاها جلسات كتر جدا بشكل شخصي وبشكل فردي وهو كان رافض حتة انه يلعب مدافع خالص فانا طبعا ابتديت اتعامل معا نفسي شوية ابتديت عاود معا عادات بشكل فردي اعرفه واجبات المكان ايه كنت بديله حتة ميزة ان هو هو مش عالك اترجلك ويسو كنت بخلي مثلا انه فيه فاول اطلع خليه شوته وكوري عليك طبع اطلع فيها كان بيطلع بيجيب جوان فكانت الحاجات دي كان سعب بتبسيطه ابتدى ان هو مش فائ يعني هو كان حابب ان هو يجيب جول فعشان كده كان رافض ان يرجع وراء فلما ابتدى يشتغل حتة دي وانا اديله الحتة اللي هو ممكن من خلالها ان هو ممكن يوصل ويجيب جول وفي نفس الوقت يقدي بشكل كويس ابتدى مع الوقت يقتنع وفعلا ابتدى يحب المكان يعني على الفكرة على تواصل مع بعض على طول اه طبعا حتى في البطولة دي فيه تواصل بينه وبينه يعني فيه برسائل لغاية هدفه في السودان والهدف بتاعه اللي يعتبر شارك فيه بنسبة كبيرة في المغرب كان بيعملها هو موجود معك وحاكم كنت مدرب عام في فريشة وبالأهل بص هو منع كان مميز في الحتة دي بص حضرك من صغره زي ما بقول لحضرك حتى وإحنا صغارين كان في القرامر الفاولات الحاجات اللي على الجناب كان بيطلع وفيه قوة في أداءه يعني من زمان وهو وهو مميز في الجزئية دي فيعني أنا كنت سعيد جدا طبعا يعني سعيد جدا يعني عايز أقولك ممكن أكون سعيد أكتر من منع من نفسه حتى أنا بعد المتش بعتليه رسالة وهو رب علي قال لك كيبا لا طبعا قال لي يا كابتن الحمد لله والبركة في ربنا وفيك ورسالة معي على التلفون يعني فأولا طبعا أولادنا بنبقى سعادات جدا أنت ما بتعمل حاجة مع ولد وتحس أنه هو الحاجة دي أسرت فيه وعلمت فيه وهو كمان شايلها يعني عارف أنت كابتن اللي نوع برضو من أصل طيب الحمد لله معظم الولاد اللي احنا اشتغلنا معهم الحمد لله من أبرز النجوم تانية يا كابتن ياسر بص يا كابتن يعني يا أحمد عبدالقادر 14 سنة في نادي الأهلي أكين طلعت نجوم ونجوم بص أحمد عبدالقادر بدأ من الأكاديمية يعني من ملا ما ن ​ بدأ من الأكاديمية كما ما قلت جلسا يا كابتن عبدالنبع عشور كان فقد برضو مدير الفن الأكاديميات وأحمد كان من أكاديمية المنصورة كنا منجبه اكاديمية القاهرة لان هنا كان ضيما فيه شغلي والاسبط هنا كان بشكل كبير جدا من خلال الأكاديميا طلعه للقطاع م freaking up في القطاع محمد أحمد من اللعيبة اللي هي بتحب تمسك الكرة كتير قوي يعني عارف كان وهو صغير كان الكرة دي مش عايز سيبه فأنت ابتديت تشتغل عليه إمتى أحتفظ بالكرة وإمتى محتفظ بالكرة في المكان اللي إنت ممكن تشتغل فيه إن أنت تحتفظ بكرتك وتبدأ تفيد فرقتك ابتديت توصله يعني الفرقات إن أنا إمتى أشتغل بفردي وإمتى أشتغل جماعي وإمتى أربط مع زميلي فالموضوع كان برضو خد وقت معه بشكل كبير لأنه هو أحمد من الشخصيات من صغره هو شخصيته كوية ودايما عايز يعرف كل حاجة ودايما يجادل بس بأدب يعني بحقرام بس هو عايز يعرف كل حاجة فكان اللي زي ده كان بيتعبك شوية أنت واخد بالك أن أنت لازم تقنعه ولازم توصله اللي أنت عايزه بشكل كويس فلكن الهواء ما شاء الله ماشي بشكل كويس وبخطة كويسة وإن شاء الله أنا كنت أتوقع له من زمان إن هو إن شاء الله يكون حاجة كبيرة اللي نادئي على فكرة بمناسبة أحمد كان فيه سفرية في قطر وإحنا صغرين عندنا 14 سنة فما كنش يرجع من هناك أصلا يعني هو والده والده كلمني كان الموضوع ده ما حدش يعرفه غير أنا ووالده ده كانت سفرية تبع النادي الأهل بطولة والدية آه وهو هناك أدى بشكل كويس آه رجعنا من البطولة إيقيت والده بيكلمني في النادي آه يعني والده لو بيسمع أكيد كلام ده ما حدش عارفه غير أنا وهو بس آه فالكابتن الناس بتوع قطر في سباير القطري كانت البطولة معمولها في سباير آه عرضين مبلغ كان مبلغ كبير جدا على الوالد عمد 14 سنة آه فأنت شايف إيه قلت له شايف أن إنت ما تفكرش في كلام ده اعتبره للمجاش بنفس اللفظة كده قلت له هنا في النادي الأهلي مستقبل أحمد وإن شاء الله هيبقى حقيقة كويسة ومصبر شوية ما تستعجلش ما تبصش تحت رجل وفعلا يعني هو الحمد لله كان فيه ربط بيني وبين الولاد وأولئ أمورهم كان فيه علاقة بيني وبينهم قوية جدا آه على طول كان فيه تواصل آه كان فيه مشاكل بتبع عندي الولاد كان دائما تساعدهم فيه بالزبط أنا كنت بتصيب الولاد في البيوت في أوقات آه أنت فيهن بيتخضوا يعني فهم يعني أنا إيه مهمة أو العلاقة دي تبقى موجودة من مدرب قطاع الناشئين وما بين الولاد من الصغر طبعا هي بصة كافتين هو الولاد لو حبك وحس من جواه أن أنت فعلا خايف عليه وخايف على مصلحته وعايز توصله لمرحلة كويسة هتلاقيه فيه استجابة يعني فيه طبعا فعالية بقى ثانية فيه محمد نصير من القيبة برضو مميزة جدا على فكرة النصير طبعا علشان بس بقولولي دلوقتي يجب نروح لفاصل عايز بقى أتكلمك عن تجربة الأهل في كاس الرابطة ومشاء الله برضو فيهم أبناء ليك كتير محمد نصير وعبد الرحمن منو ومغربي وهنعد وهنعد هنتكلم عن التجربة دي ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد كابتن ياسر شاف تجربة الأهل إزاي في كاس الرابطة ما شاء الله عدد كبير جدا يعتبر فرقة من قطاع النشيب الناد الأهلي اللعبة دي اتمرنت قبل كده معاك موجودين دلوقتي وبقدوا ما شاء الله مستوى رائع وكمان الجمهور يعني متطمن على قطاع النشيب الناد الأهلي هي طبعا التجربة ديها كابتن جريئة في البداية يعني الناد الأهلي حلو أول لفظ جريئة دي طبعا لأن عصر الناد الأهلي دايما إحنا متعاودين أي بطولة تدخل فيها باسم الناد الأهلي أنت مطالب أن تأخذها أي أن كان بطولة دي بطولة ودية بطولة رسمية حتى لو بنلعب خماسي وإحنا بنلعب خماسي عايز أكسب فده اللي احنا تعودنا عليه دايما في ند الأهلي هي الجرأة هنا في إيه أن أنت هنا أنت عامل استراتيجية وابتديت تشتغل عليها هي قصيرة قصيرة المدى أن أنا في الفترة اللي هي بتاعت البطولة ابتديت هي حاجة من الاتنين ومشت في خطين أول حاجة أنت بتديت توصل لمستوى اللعبة دي هل تقدر تسبيت منها المرحلة اللي جاية بنسبة قدية الثاني حاجة هي جانب تسويكي بالنسبة للنادي وفعلا التجربة نجحت بشكل كبير جدا بصرف النظر على النتاج وإن كانت ما فيش نتاج سلبية يعني باستثناء ماتش يسموها لزروف خاصة لكن النتاج كلها إيجابية خصوصا المبراط اللي لها فيها الولاد وشاركوا فيها بشكل كبير جدا الحاجة التانية اللي أفت نظري اللعبة النادي الأهلي متأخر اللعبة الصغيرة تقدر ترجع ترجع قدام الإسماعيلي ترجع قدام المؤولين فرق كبيرة وخبرات في دور المنتهيس كابتن وثامة دي سمات باتل موجودة دايما في العابة النادي الأهلي موجودة من صغرهم يعني إحنا حتى وإحنا وإحنا شغالين مع الولاد في سنه صغير أنت دايما بتوصله أن أنت بتلعب في النادي الأهلي بتوصله كيمة النادي الأهلي بتعرفه المكان اللي هو بيشتغل فيه وبيشتغل من خلاله أن المكان ده ما ينفعش يكون خسران ما ينفعش يكون في حتة من اللي لفت نظرك في اللعبة اللي لعبت يعني شفنا محمد أشرف شفنا نصير عبد الرحمن طبعا زياد طارق طبعا أشرف رأفت 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 خليل رأفت أصلا باكليفت لكن هو توظف الحتة الأدام بيشتغل في حتة الأدام هو باكليفت هايل يعني إيه ركف محمد أشرف عجبك هو مجلتي موجود مع ناد له محمد من الباكات اللي هي إن شاء الله بإذن الله هيكون لها مستقبل لعب كرة كويس مهاري عنده الحتة الهجومية بيمتاز بها بشكل عالي بشكل عالي الكروسات والتكملة مع المعجمين مميز فيها بشكل كبير جدا إن شاء الله محمد بإذن الله الفترة اللي جاية هبقاله دور كبير جدا وإن شاء الله الفترة اللي جاية إحنا الناد الأهلي هيعتمد على أولاده بشكل كبير جدا زياد طارق زياد طبعا من اللعبة المميزة اللعبة المهارية عنده حلول فردية بشكل كبير جدا زياد إن شاء الله بإذن الله يمكن هو كان أخذ تقربة إعارة مع الإسماعيلي بس المتالي ما شاركش فيها ما استفدش أو الناد الأسماعيلي ما استفدش منه بشكل كبير للأسف كان ممكن الناد الأسماعيلي استفيد خصوصا السنة فاتت كان الناد الأسماعيلي ماشي بشكل برضو كانت الظروف صعبة والدفع في ظروف صعبة وبصعبة هي بتبقى عايزة جرأة برضو يعني عايزة جرأة بس الولد لعيب كويس يعني لأ كان هيفيد وكان ممكن يعمل إضافة للناد الأسماعيلي لكن ربنا يكرمه إن شاء الله محمد شكري واحد من أنت برضو اكتشفته متعبته معاه دلوقتي مميز بنشوف له هدف حلوة أو حاسمة في الدور المنتاز من كرات سابتة برضو كانت مميز فيها في قطاع النشي من الدلال شكري من زمان بيحب دايما نعب الكورة السابتة هو دايما حتى لغاية لغاية الفترة اللي احنا بنتكلم أنا برضو متواصل مع شكري لغاية الفترة اللي احنا فيها دي شكري فيه أوسة صغيرة كده في رجله فكان لما بيجي يلعب الكورة السابتة فكان بيلف رجله شوية فكان ما يجي لف رجله الكورة كان بتبعد عن الهدف أو اتجاه المربع فكان ما كنت بقوله دايما أو اصدرله بصوبة أقول له ما تلفش رجلك هي لفة لوحدها فهو كان مش محتاجة لف اه فابتدت تعلق معه فما بكتيج أول ما تيجي كورة السابتة وكان على فكرة بيتمرن عليها بشكل كبير جدا بعد كل تدريب فكان لما جيه كورة تيجي كورة سابتة أول حاجة أقول هالو ما تلفهاش هي لفة لوحدها انت فهيجي فصصلي وفعلا كان بيعملها بشكل كويس في جون جابه مع اسموحة السنة دي الدوري جون السنة دي كان في الاتحادسة بالضبط أنا قاعد جنب ابني قلت له كورة دي جول يعني فهم حتى بعد المطش كلمت وكلمت شكرا قلت لابني كورة دي جول فرح بصصة كده فعلا جاء وحطها بشكل مماس جدا لأننا عارف هو ماشر الله الحاجات دي هو بيتقنها هو مركز فيها بشكل كويس اتمرن عليها كتير من خلال شغلنا معاه يعني ان شاء الله أنا ببسعج جدا كابتن السامن الولاد دول على فكرة محمد نصير من اللعبة المميزة جدا ده خلي بالك محمد نصير بيلعب في نص الملعب بيلعب في مركز دي الوقت غير مركز محمد نصير في وسط الملعب حاجة تانية حتة تانية خالص لأنني أنا عارفه واشتغلت معك تير نصير لو اشتغلت الحتة بتاعت نص الملعب سواء كان ستة أو تمانية هيبقى قد كده بمراحل ده طبعا بجانب مانو مانو ما شاء الله من اللعبة اللي هي في راح فيوتشار دلوقتي برضو خبراته في الدور الممتاز أنا برضو مانو لسه كنت متواصل معا مبارك وعرفت أنه كنت متواصل مع كل اللعبة كابتن بكلموك وفي تواصل الحمد لله علاقتي بالولاد للغاية دلوقتي اللي الحمد لله علاقة بهم كويسا لأن أنا مسكتي الولاد دول في مرحلة عمرية كانت مهمة جدا اللي هي ابتدت إنه هو بيبدأ من سن الطفولة لسن النضج مرورا بقى بمرحلة المراهقة مرور بمرحلة النمو والكلام ده كله فأنت كان مهم جدا أن أنت تبقى قريب من الولاد فأنت فعلا ارتبطت بهم بشكل كبير جدا فالحمد لله رب العالمين يعني فعلا أنا سعيد جدا صالح نصر من اللعبة برضو موازة كنت جبته من الانتاج الحربي صالح من اللعبة برضو اللي جبناها بالانتاج الحربي برضو ما خدش يمكن الفرصة بشكل بجير يمكن إن شاء الله هل جيله فترة جاي فخري من اللعبة برضو موازة كنا تكلمنا عليه إن كان من محلة فخري إحنا متكلمين إنه يجي من محلة واحد تالي برضو عز أفكرك به أحمد سيد عبد النبي أحمد سيد عبد النبي ده موليد 2000 يعني أحمد من اللعبة اللي هي المموازة أحمد سيد عبد النبي 2002 2002 وأحمد لعب معي على فكرة أخذته معي في متخب القيارة مسكت أنا متخب القيارة فترة مميز قوي جريء بيمتاز برضو بالجانب الهجومي بشكل كبير جدا من اللعبة برضو إن شاء الله لها بقالها مستقبل فيه لعيب برضو يعني فيه لعيبة مشت من نادل الأهلي فيه إبراهيم السيد رح البنك الأهلي دلوقتي وماشي بشكل كويس أو فارس فارس طارق برضو ماشي مع فيوتشر دلوقتي كان السنة اللي فاتت راح المقصة وبعد كده راح فيوتشر السنة دي لا النادل الأهلي دايما ما شاء الله أولاده منتشرين بشكل كويس واحد من اللي انتك كلمت عنهم محمد أشرف الباكليفت المميز يعني هو دلوقتي موجود مع الأهلي في المنديال تعالي نشوف محمد أشرف قال لنا إيه لبرنامج لاشبال بالنسبة لمشاركتي في كاس عالم الأندية طبعا ده حلم حلم لأي حد أنه يبقى موجود مع النادل الأهلي في أول بطولة كاس عالم طبعا ده ده فخر اللي هي وفخر الأهلي وأي حد يتمنى يكون مكاني وإن شاء الله نعمل بطولة كويسة وتبقى حاجة كويسة لها بإذن الله شايف الضغوط إزاي أنت واخدين الموضوع بجد اللعيب أنت كلكم كابتن وليد سريمان كابتن رامي ربيعة هافش حسين الشحات كابتن بيقولولكم إيه اللعيب الكبار كلهم كلهم بيتكلموا معنا كويس وما فيش ما فيش حد صغير هنا أنت مش صغير طالما أنت موجود مع الفريل أول مش صغير أنت زي أي حد ومحسوب عليك وكلهم بتكلموا معنا كويس والتمرين مشة كويسة ونجتهد وإن شاء الله نعمل مطش كويس مطش إجاء بإذن الله شايف الأجواء إزاي من أول الطيارة في البعثة والوصول واستقبال الجمهور في المطار شايف ده وإن عارف أن ده برضو ممكن يكون جديد عليك أنك بتشوفوا الجمهور واعف مستنيكوا في المطار وكده طبعا ده مش غريب على جمهورنا ده ودائما معاودنا على كده وهو معاودنا على كده وإن شاء الله وكان عندوكو روح وحماس بلاس 90 كان عندوكو دايما روح الفنانة الحمرة شفت ده إزاي في كسر ربت هذه شخصية النادي طبعا نحن بنلعبش على التعادل ونلعب الحسارة نحن دايما بنبص على المكسب نحن كنا خسرين بنشوف إزاي نتعادل ونشوف المكسب جاهز إزاي والحمد لله كنا ماشيين كويس وربنا كان فيه توفيق ربنا أكرمنا فيه إن شاء الله كابتن أسامة حسني وبرنامج الأجبال كان ليه دور برضو معاك ودايما وفي الماتشاط اللي كابتزع على قناة النادي الأهلي وكابتن أسامة وبرنامج الأجبال طبعا برنامج الأجبال هو الظهر محمد أشرف هو الظهر العابة كتير كابتن أسامة دايما بتكلم معنا وبتكلم معاه شخصيا وقف ظهرنا على طول ولولا البرنامج بتاعه ما كانش مكناش ظهرنا بالمستوى ده فبحب أشكره جدا وإن شاء الله نعوده على المكسع بدايما بإذن الله كلمة أخيرة تقولها الجمهور النادي الأهلي تخليكوا في ظهرنا وإن شاء الله بيكوا هنعمل بطولة كويسة بالتوفيق إن شاء الله لرجالتنا مش هقول لأبنائنا الصغيري لا رجالتنا اللي بيمثلوا كتاع الناشئين في المنديال وتوفيق كل لعب النادي الأهلي أخيرا كابتن ياسر شايف اللعبة الصغيرة دي اللعبة الصغيرة اللي خارجها السنانية مكتع الناشئين وهي موجودة في محفل عالمي منديال عالمي بيمثلوا النادي الأهلي فيه شايف التجربة دي وشايف العب الصغيرة دي ازاي أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن هم يكون لهم دور ويشاركوا هي كتبت في تاريخه وفي سيفي بتاعه إنه هو ضمن البيع سائل اللي كانت موجودة في كاس العالم الأندية أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن الولاد دول إن شاء الله يبقى لهم دور أنا عارف طبعا الدين هتبقى صعب نتبقى المشاركة بشكل كبير هيبقى فيه طبعا بعض اللعيبة تتشارك إن شاء الله أتمنى لهم التوفيق لكن عايز أقول لللعيبة دي وجودكوا مع النادي الأهلي بكمته وكمته كبيرة في مكانة زي دي وفي مكان زي دا داف حد ذاته ونجاح لكم ويكون دافع لكم اللي جاي إن شاء الله ونتمنى لهم كل التوفيق كابتن ياسر شرفتنا ونورتنا حبيبك شكرا جزينا وتمنى لك التوفيق إن شاء الله حبيب ربناك وحاطة نشيبي بترجيت إن شاء الله بإذن الله إن أمل حاجة كويسة إن هيك إن شاء الله بإذن الله زي اللي عملناها فينا للأهلي بإذن الله إن شاء الله بكده وصلنا لهاية حلقتنا بشكر ديف كابتن ياسر رجب مديرك طبعا نشيبي بترجيت اللي بتمنى له كل التوفيق وأيضاً نتمنى لبعثة النادي الأهلي إن شاء الله كل التوفيق يوم 5 فبراير بعد أيام قليلة أمام منتير المكسيكي إن شاء الله يعني تاريخ جديد الكتب للنادي الأهلي رغم الصعوبات الموجودة لكن دايماً الأهلي بمن حضر رسالتي بقى لكل جماهير النادي الأهلي انتظروا الساعة العاشرة إن شاء الله أولى حلقات برنامج الأهلي في المونديال مع الكابتن إسلام الشاطر النهاردة الساعة عاشرة أولى حلقات الأهلي في المونديال هتعيشوا بقى أجواء الأهلي في المونديال هتعيشوا مع بعثة النادي الأهلي تعرفوا كل الأخبار مع الكابتن الإسلام الشاطر في الساعة 10 شكرا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء